الحاجة التانية في التشكيل معاليش أناقشك في النقطة دي برضو علشان برضو نتكلم بأمانة يعني دايما المنتخبات الفترات اللي بيتجمعوا فيها على فترات بعيدة مش فترات قريبة من رأيك عملية التزبيت دي ممكن تكون مشكلة لكن أنا مثلا يعني النهار ده مثلا وبعدين عندنا ان شاء الله مباراة على مستوى تصفيات كاس العالم في يونيو في فرق 3 شهور أو شهرين انت مش شايف ان برضو كابتن حسين من أحسن فترة لكل اللعيف في الفترة اللي بختار فيها يعني أفضل 11 اللعيف في الفترة دي بغض النظر عن التزبيت يعني ممكن جدا يكون على سبيل المثال مثلا انني في فترات طويلة على مستوى الأرسنال ما كانش كويس حتى كان موجود في تركيا المستوى مزبس بشوية لكن كان بيجي يلعب بالعكس حصل مع انني انني في أفضل فترات تقلقه مع الأرسنال عنده سيقه كبيرة جدا في نفسه لقينا الوضع مختلف مش المفروض اننا أحسن 11 في الفترة دي هو اللي أبدأ بيها في نقطة برضو تكملة الكلام حضرك ممكن تكون دي العزر الوحيد يعني في النقطة دي تحديدا لكن ما فيش عزر في الكلام الفني في العزر يا قوان العزر الوحيد ان برضو فترة كورونا هو خلت دور يكمل فما عملش فترة ما قدرش ان هو يجتمع مع العيبة او يعمل معسكرات اعداد على فترات طويلة فدي برضو ليه نوعا ما نقدر نعزره او نديله برضو العزر في الحتة دي وهو ليه كل الحق بصراحة وهو كان كمان عشان برضو نديله حقه كان مفروض فيه معسكر وأجندة دولية في أكتوبر هو استغنع عنها بس بس حول الحديث برضو على حاجة كابتن هاني ده آه عزر بس برضو انت نجوم انت محمد صلاح انت تريزيجي انت مصطفى محمد انت لو عادت معاللة المباراة وحفزته الطريقة هيطبقها يعني انت بتتعامل مع نجوم مش بتتعامل مع فرق يعني لعيبة قليلة يعني انت دلوقتي عندك لعيبة مش موجودة قبل كده في مصر سؤال صريح كده ايه اللي خلى شكلنا بهذا الأداء والنتيجة يعني نتيجة هي إيجابية في الوصولنا لكن سلبية على مستوى المشكلة المشكلة كانت في استخدام اسلوب كابتن حسام البدري في الضغط أولا احنا افتقدنا الشخصية انت الماتش ساعدك وجبت هدف مبكر تمام جبت هدف مبكر مفروض اضغط ضغط عالي ما كانش فيه ضغط خالص الاربع اللي قدام انا ما شفت السياسة ضغط لازم كابتن حسام يوضح لنا سياسة الضغط ايفه في الماتشات الجاية انا منتخب مصر انا بلعب معلش مع احترامي للمنتخبات انا اعلمينهم بكتير سواء كينيا سواء توجو سواء جزر الامر افروض انزل من اول دقيقة اعمل ضغط عالي يعني ما كانش فيه ضغط عالي فده بالتالي انا بلعب ضغط منخفض بعدما ايه اللي خليك ترجع ايه اللي خليك تتراجع بعدما انت كسبان بعدما انت متقدم ده احنا قلنا هنكسب اربعة خمسة تكونت تدوس عليهم مش تدخلهم الجيم السبب الاساسي ان انت دخلتهم الجيم دي المشكلة الاساسية الحاجة التانية زي ما قلت الحاج ما فيش اسلوب ضغط واضح ما فيش يعني احنا مثلا مع كوبر كنا اسلوبنا معروف فيه سياسة ايه اللي هو انا بلعب دفاع في وسط ملعبي يدفاع منطقة احنا مع كابتن حسام البدري في المباراة الاخيرة احنا ما هاجمناش ولا دفعنا احنا ده بسبب ايه بسبب غياب الضغط ما دغطش ضغط عالي وبالتالي انت ما كانش فيه سرعة استرجع للكورة طب كان فكر كابتن حسام البدري ايه في المباراة ما كانش واضح بسرعة هو كان نوعا ما فكره ان انا حلعب اربعة اتنين تلاتة واحد حرجع في الحالة الدفاعية محمد مجدي افشا يرجع كارتكاس ثالث مع طريق حامد وحمدي فاتحي فالطريقة تتحول اربعة واحد اربعة واحد تعال هدك نشوف الحالات الفنية اول حالة معانا لو استعرضنا الحالات هنشوف ازاي غياب الضغط بتاع منتخب مصر وده اللي خلانا نفكت شخصيتنا ده الكلام بقى اللي نقدر نقول عليه ده اللي دخل بري كينيا المباراة ده اللي دخلهم للمباراة ده السبب الفعلي لكن انت تقدر تعدي لكابتن حسام في الفترة الجاية لانه هو مدرب طبعا صاحب بصمة كبيرة وصاحب امكانيات كبيرة يعني اربعة ادي طريقة اولا ده اداء اولا دي الصورة الضغط احنا بنعمل ضغط فين ما بنعملش ضغط عالي وده انا مش شايف ان ده اسلوب منتخب مصر اسلوب منتخب مصر لازم يضغط على الدفاع وحرس المارض طبعا الصورة دي انت حدوك بتتكلم برضا السادة المشاهدين يفهموا ده اللي واقف على خط النص ده اعتقد مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد وعندك افشة تقريبا نضم لايه السلاسي خلينا نتكلم افشة وحمد فاتح حمد فاتح فاولا لازم يكون الضغط الضغط العالي ان مصطفى محمد يقابل مش عند خط النص يقابل من عند الدايرة يقابل من هنا يقابل ياما الاتنين المساكين ياما من عند حرس المارض وبالتالي كمان صلاحي بقى متقدم شوية صلاحي ومتقدم ازاي بسقوط افشة وحمد فاتحي ووراهم مين طريق حامد طريق حامد ده هو اللي مش باين في الصورة مش باين في الصورة اللي هو اربعة واحد اربعة واحد ده كان فكري كابتن حسين بس ده مش اسلوب منتخب مصر اسلوب منتخب مصر ان انا اضغط ضغط عالي واسترجع الكرة بسرعة خاصة ان انا ما بلعبش المغرب ما بلعبش الجزائر ما بلعبش تونس ما بلعبش كودفوار ما بلعبش نيجيريا تمام ما بلعبش مستوى اللي هو اول خمسة في افريقيا مثلا انت بتلعب فرق قال منك بكتير فانا لازم اضغط ضغط خاصة كمان ايه ان انا جبت جون بدري فده ما دخلهمش الجيم دي كانت الفكرة الاساسية بس برضو خلينا نتكلم من خلال الصورة دي طبيعي جدا انك حتى لو اللعبت اربعة واحد اربعة واحد ان ما يكونش فيه مساحات ما بين خط الضهر وخط النص لكن ده ظهر كمان يعني احنا الصورة دي بتدل ان احنا متراجعين بدون لازمة يعني التراجع لغاية نصف ملعب ده مش مكتوب والحاجة التانية كمان اسلوب بناء الهجمة بتاعه هو كان كابتن حسان بيعتمد على ايه اسلوب مش اسلوب لعب منتخب مصر ان انا هلعب التمريرات الطولية صحيح انا منتخب مصر بيلعب زي النادي الاهلي تمريرات قصيرة واستحواز لكن هو هو ممكن يكون فكرو ان انا عندي مصطفى محمد مميز في الالتحامات ولكن انت مستغلتش مستو في الالتحامات ليه لان الكرة التانية اصلا مكنتش بتاعتنا صحيح عشان نتيجة ايه نتيجة المساحات الموجودة الكتير جدا ما بين وسط الملعب وما بين المهاجم صحيح وده بسبب ايه برضو بسبب غياب الضغط يعني الخطوط متراجعة الخطوط يعني متبعدة ليه لان انا ما بعملش ضغط عالي انا لو حلعب تمرير طولي مفروض انا مثلا الكرة هتقع من عند مصطفى محمد الكرة التانية انا بضغط قدام لازم فدي اول مشكلة ان انا ما عنديش سياسة ضغط واضحة لكابتون حسام الحاجة التانية لمساحات الفجوات الكبيرة جدا احنا ما كانش لنا اسلوب لا اندفاعي ولا حجومي بسبب الكلام ده بسبب غياب الضغط ده الشكل الواضح الحالة اللي بعد كده نخش في الحالة التانية ده بص ده حضرك افشهو بيرجع يدافع في الحالة الدفاعية برضو كارتكاس تالت افشه برضو واحد من المكاسب في الفترة الاخيرة سوال النادي الاهلي اول منتخب مصر بالفعل اكتسبنا صانع علعاب مميز الحالة اللي بعدها بص حضرك دي بقى المشكلة التانية اللي هي ايه انا مش عارف استغل الكدرات اللي عندي محمد صلاح ظهر بشكل سيء تريزيجيه ظهر بشكل سيء مصطفى محمد ظهر بشكل سيء بسبب ايه بسبب ان انا مش عارف استغلهم هنا محمد صلاح الدور الدفاعي ما بيدفع محمد صلاح فين وبص الجناح ده فين دي المشكلة الاساسية لمنتخب مصر في الماتش ده ان محمد صلاح انا مش مديله ما بيرجعش يدافع او مش مديله ادوار دفاعية بس دوت خلي بالك برضو يعني عدم نظام مش هنقول لمحمد صلاح في وسط الملعب شوية لو انت اي التعليمات لمحمد صلاح خليك معلق قدام عشان لما ناخد الكرة نطلع عليك محمد صلاح متأخر لكن الشكل الدفاعي الطبيعي جدا ان اللي بيحل محل محمد صلاح في اللقطة الازاية واحد من الاتنين لكن هنبص لان هو بيلعب بتلات ارتكاز افشا بينزل ومفروض خملي فاتحي حيروح هناك وافشا حينزل وطري حامد في النص بالزبط لازم واحد يكون مغطي الحتة اللي وراه فده انت النهاردة محمد هاني بيروح عليه اتنين بالزبط فانت محمد هاني مظلوم ان محمد صلاح مش هيرجع وانا مش مديله تعليمات بكده او هو ما بيرجعش فدي كانت مشكلة طب انا احل ايه الحل بتاع الموضوع ده حجم الاتنين يا اما دخل محمد صلاح في العمكة كمهاجم تاني وابعيده خالص عن الطرف ليه لان هو مش هيرجع يدافع انا عايزة برضو وجود محمد صلاح في الملعب ده واحد من اهم اللاعبة في العالم لازم يبقى متواجد قدام في العمكة مدلوش تعليمات دفاعية يا اما الحل التاني يعني مسلا نلعب اربعة اربعة اتنين ومحمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم تاني يا اما اربعة تلاتة تلاتة صحيح بوجود تلاتة ارتكاز زي طريقته مع ليفربول بيبقى محمي بوجود تلاتة ارتكاز ويش حدد له تعليمات دفاعية لو حتى لو هيدفع هيدفع عشرة في المية عشين في المية يعني انت كان ممكن الدور برضو يبقى نفس التشكيل هو ولكن الدور تختلف بمعنى انه بدلا ما بتلعب اتنين ارتكاز تلعب بواحد وقدامهم اتنين يبقى مثلا لو طريق حامد والنين مثلا يعني نتكلم على التشكيل ده كان يبقى مثلا طريق حامد على يمينه حمد فتحي وعلى شماله قفشة وفي نفس الوقت يبقى بتلعب بتلاتة ارتكاز صريحة بزرط ويبقى محمد صلاح انت بمتدي له تعليمات هجومية اكتر فانت كده حاميته وكان يعني انت لما بدأت مثلا بتشكيل اي مدرب طبيعي ان هو مثلا يبدأ او يكونش موفق مفروض الشيط التاني عدل صحيح يعني انا شفت ان مثلا محمد صلاح نفس المشكلة برضو محمد صلاح واقف قدامه وما فيش وده الواحده محمد هاني برضو الواحده طب انا لما شوف كده مفروض اعمل ايه ما بين الشوطين ادخل محمد صلاح للعمق مسلا وانزل مسلا جناح يمين اودي افشا جناح يمين ما هو بيلعبها ملعبها في المطش الاخير قدام فيتا كلوب وجابجون هناك لما لعب جناح يمين اذا في حلول كتير انا كنت ممكن اعملها في المباراة دي المشكلة دي المشكلة التانية اللي هتواجه مصر برضو في المباراة الاتقل ليه كل الفرق لما تتفرج هيعرفوا ان محمد صلاح مش بيرجع يدافع محمد هاني بيبقى لوحده انا طبيعي ان انا هحط جناح شمال قوي واخلي الباكي يطير في ظهره يعني مثلا منتخب تونس لو طايل عالم على الول هيقدر يستغل المساحات دي طبعا فانا بالتالي هل لازم كابتن حسام يطور الطريقة في الفترة الجال كده هل انا الطريقة دي مناسبة طب انا لازم استغل محمد صلاح العب 4-4-2 احسن وحط محمد صلاح مع مصطفى محمد او محمد شريف ولا العب 4-3-3 هو الطبيعي لو عايز لو عايز صلاح يعني توفر مجهود محمد صلاح للنواحي اللجمية اعتقد 4-3-3 هي الانسب لمحمد صلاح والامكانيات محمد صلاح هي الفكرة تطبيق التلاتة اللي في نص الملعب هل تطبيق هيكون مثالي يعني احنا متعودين في مصر دايما بيبقى في بلاي ميكر في عشرة فهل على مستوى المنتخب ممكن نستجنع عن عشرة او توظيف عشرة يبقى بيلعب عشرة وبيلعب في نفس الوقت تمانية فهو ده الصحيح نحن عندنا النني وعندنا عامر السلية وعندنا حمدي فاتحي بيلعبه تمانية وقفشا بيلعب تمانية واللي بيلعب ستة طريق حامد ودونجة في بيرامدس فانت عندك وفرة في الحتة دي يا اما لو مش عايز اربعة اربعة اتنين ويبقى محمد صلاح يدخل في العمق جنب مصطفى محمد انا كده ما قدرتش اوزف عشان كده محمد صلاح ما قدرتش اوزفه توظيف محمد صلاح برضو الفترة الجاية محتاج شغل من كابتن عسام البادري نخش في الصورة برضو اللي بعدها دي نفس الفكرة بصوا حدوك ده الباك الشمال طاير محمد صلاح مش موجود طريق حامد بيحاول يرحل شوية يعني ده طبيعي كان لازم يقربع يعني دي يمكن صورة مقبولة الى حد كبير انما طريق حامد بيحاول بس برضو الباك بيرفع الواحده خالص والكرة دي كانت حتيجي جون محمد هاني برضو الواحده طريق حامد بيحاول يرحل مفروض افش هيرجع هنا كارتكاز تالت هناك وتبقى تلاتة فصة الملعب فدي برضو دي انا شايف ان دي مشكلة من واحدة من المشاكل الكبرى اللي لازم كابتن عسامي اللي قالها حل في الفترة الجاية اللي هي حتة الجابها اليمين في منتخب مصر وهل محمد صلاح طب مش هيرجع يدافع طب انا هتصرف ازاي احطه في العمق ولا العب تلاتة ارتكاز الحاجة التانية برضو هو مصطفى محمد مظهرش بشكل كويس ليه مصطفى محمد مميز في العرضيات في استقبل الرسالة وما فيش اصلا عرضيات وكمان الفكرة برضو ان لو اهتميت موضوع العرضيات انك لازم طبيعي جدا ترزجي بيخش الجو ما بيرفعش بشماله على الجانب الاخر محمد صلاح بطبيعة انه هو حتى لما بيستلم بيخش الجو لكن هتعتمد على الكرصات من خلال الاجناب من خلال البكات اذا كان محمد هاني او لو من ناحية الشمال كان ساعتها احمد ايمن بس ما وصلوش للدرجة ان هم يعملوا اربع اخمس كرصات ما الكلام ده برضو من الاول لو رجعنا من الاول طب انت لو كنت ضغطت ضغط عالي ولعبت استحواز وتمريرات قصيرة وقدرت ان انت تخلي الزهرين يتقدموا واعكيد كنت هتشوف مصطفى محمد بشكل احسن من كده ومحمد صلاح بشكل احسن من كده يعني دي وبردو المشكلة دي لازم تتحلل يالي ناحية اليمين الصورة اللي بعدها برضو لو جبنا بقية الحلاة الصورة اللي بعدها هنلاقي برضو ده دور محمد مجدي افشا في الفترة الاخيرة محمد مجدي افشا بيقدم اداء ومسته في التسجيل برا الارض يعني هو سجل في المباراة دي مباراة كينيا مباراة توجو حتى مع النادي الاهلي سجل في فيتا كلوب ببرا سجل برضو في النادي الزمالك في مباراة النهائي سجل في المريخ السوداني سجل في الوداد في المغرب فدي شخصية لعب كبير ان هو بيسجل برا الارض دي شخصية لعب اعتقد ان احنا كسبنا في الفترة الاخيرة صنع علعاب كده نتمنى من افشا اهم حاجة الاستمرارية اهم حاجة الاستمرارية ماينفعش ان انت يعني مثلا تستمر او تعيش على جون بس لا لازم اكمل دي مهم الاستمرارية دي اللي بتفرق طب صحي